هنروح نتابع أخبار أبطالنا في السكواش عندنا مصطفى عسل بيلعب في بطولة وعندنا يوسف سليمان لعب نادي ألي بيلعب في بطولة تانية طب خلينا نروح لمصطفى عسل مصطفى عسل الحقيقة رحلته انتهت في بطولة هيوستن المفتوحة للسكواش من ربع النهائي كان الحقيقة البطولة بتتلاقي في ولاية تكساس الأمريكية في الفترة 18-18 فبراير اللي احنا فيه مجموعة جوائزة 110 ألف دولار وهي من البطولات الذهبية في البي اس اي أو دوري المحترفين للسكواش مصطفى كان بدأ مشوار في البطولة بالفوز على الكولومبي جوان فارجاس بنتيجة 3-0 مصطفى كان خسر دور الثمانية قدام زميله ونجم مينادي ديجلة مازين هشام 3-2 مباراكة قوية جدا وخسر مصطفى عسل 3-2 كده أنا قبل ما يجي من شوية قريت خبر ان مازين هشام اللاعب الخسر منه مصطفى عسل في دور الثمانية وصل الفاينال عشان هيلعب اللاعب المصري تريبا فرج هيلعب فعلي فرج في النهاء طبعا دي دل قديه كان هو يعني جاهز أو كان مازين هشام كان جاهز بشكل كويس للبطولة يمكن مصطفى عسل مجهد من اشتراكاته المتكررة مازين هشام يمكن اول مرة او يعني من المرات الليلة اللي قرينا اسمه في البطولات اللي فاتي فهو كان في فورما احسن مصطفى عسل هارد لكا مصطفى